اخر اخبار هو خبر طيب جدا وكنت متوقع وامبارح وانا بعرض على حضراتكم ضبط الكيميات الضخمة 31 الف طن من البصل في مخازن الجيزة وحدها مركزين في الجيزة انه هتبتدي بقى وزارة التموين وهنا ارجع واقول الرقابة 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 التنسيق اللي حصل ما بين وزارة الداخلية والاجهزة الرقابية ووزارة العدل كنيابة ووزارة التموين ووزارة الزراعة ليه عشان يحصل اللي حصل ده اعادة طرح البصل الصالح للاستهلاك من وزارة التموين بكميات كبيرة في فروع الشركات التابعة لها ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيه للكيلو بعد ما كان وصل 50 جنيه الوزارة نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من السلع ومنتلجات اللحوم والدواجن باسعار مخفضة من 20% ل25% طبعا عشان داخلين على رمضان كل سنة ونتوا طيبين والسكر الحر بيتم صرفه حاليا بمعدل 2 كيلو لكل بطاقة التموين عليه 4 افراد والسعر لكيلو واحد ل3 افراد بسعر 27 جنيه للكيلو الرقابة يا جماعة عاملة زي شرب الشاي الصبح او ازا كان حضرتك بتشرب قهوة مفيش حاجة اسمها لما يبقى السوق لا 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 دي ناس بتشتغل كده يعني بتصحى كل يوم الصبح تفتح انيها وتشوف فين الحرامية والمحتكرين واللي بيعطشوا واللي بيسقعوا واللي بيخزنوا فده موضوع دائم وثابت تمام